لقادة النهاردة هتكلم معاكم عن رؤية الطيران في المنام والرؤية هتكون النهاردة للنساء فقط وهنقول اول حاجة بقى الفتاة العزباء اللي بتحب شخص في الواقع وهو كمان بيحبها وشافت رؤية في المنام ان هي بتطير وبعد كده نزلت على منزل الشخص اللي هي بتحبه في الواقع فالرؤية هنا هتكون دلالة لها ان شاء الله سبحانه وتعالى على قرب زواجها ومن الشخص اللي هي بتحبه في الواقع اما ان الفتاة العزباء اللي تشوف رؤية في المنام ان هي بتطير بزواجها بصفة عامة طيب وننتقل بقى كده من رؤية الفتاة العزباء للطيران في المنام الى المرأة المتزوجة وهنقول بقى ان المرأة المتزوجة اللي في الواقع بتتمنى الحمل والانجاب وشافت رؤية في المنام ان هي طايرة وكانت سعيدة وشافت ان هي نزلت عند زوجها داخل الرؤية فالرؤية هنا هتكون دلالة لها ان هي ان شاء الله سبحانه وتعالى هتحمل في القريب وهتفرح وهتسعد بحملها وان هي هتروح تبلغ زوجها في الواقع بالخبر السعيد ده طيب ونقول بقى ان المرأة المتزوجة اللي زوجها في الواقع مسافر واشتاقت لرؤيته وشافت جوه الرؤية ان هي طايرة ورايحة ليه فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على قرب صفرها لزوجها اما بقى ان شافت رؤية في المنام العكس وان زوجها اللي مسافر هو اللي كان طاير ونزل عندها فالرؤية دي هتكون دلالة لها على قرب تعودة زوجها من الصفر ونقول كمان بقى ان المرأة الحامل في الواقع وان شافت رؤية في المنام ان هي بتطير من اسفل الى اعلى فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على ان الولادة هتكون سهلة ويسيرة ونقول كمان ان المرأة الحامل في الواقع نفسها في مولود يكون ذكر كما قدر الله سبحانه وتعالى وشافت رؤية في المنام ان هي بتطير من اسفل لأعلى وارتفعت في السماء لحد ما لقيت سقر بيتطير جنبها فالرؤية دي هتكون دلالة لها على ان المولود هيكون ذكر كما قدر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أدرأ أعلم وأسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله